وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراجدين المهديين أطلوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة برحة وكل برعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار لا تتكلم بغير علم لا تتسلق العلم من غير أبوابه لا تأخذ العلم من غير أهله لا تكتفي بالكتب طالعها تجع منك صبت عالم تحفظ ولا تفقه ما يكفي الحظ لازم من الفقه والمعرفة فهذه طريقة ضالة وهي طريقة أهل الزيغ نسأل الله العافية فعلى شبابنا وفقهم الله عليهم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يجلسوا إلى أهل العلم ويستمعوا منهم ويأخذوا العلم عن أهله لا يأخذونه من أفهامهم ومن كتبهم ومن أشباههم من الذين لا يعلمون لو هدانا الله لهديناكم سيقولون هذا يوم القيامة لو هدانا الله لهديناكم فيا إخوان تنبهوا لهذا تنبهوا لهذا وفقنا الله وإياكم للغاية والعمل وإياكم للمصروا اهله منه ويزيد الله الذين حتى دو هدى فلا إياكم الله سيقولون الله ميرت من الأشخاص على الأشخاص سبهان الله وإياكم للمصروا أن يومًا يومًا لكي يومًا تنبهوا بهدى من هو من الشيطان فهى أنه تعرف ببروه أنه دمت أية الهبيعية عن الشيطان في شيطان لذلك انه مهمنيوه لا يعرف أن شيطان كان لديه مهمني فالليس لديه شيطان أية شبوله لكن الربيع صلى الله عليه وسلم فهى سيطرة وقالواه موسيقى أنه قليلاً إنه قال لي إنه صلى الله عليه وسلم إنه قليلاً على أهل البدع لطون أبا هريرة أخذ العلم من الشيطان أخذ العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ عن الشيطان الرسول هو اللي أخبره بذلك ولم يأخذ هذا عن الشيطان ولم يعتمد على قول الشيطان وإنما اعتمد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب هذا من الاستدلال الباطل الكلام هذا من الاستدلال الباطل نعم أن أبو غيره فهذا عامل بما قال له الشيطان أن أرضه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لقد صدبك وهو كذوب الكذوب يوخد عنه ما أدري يا إخواننا أين تربت عقوله أولئك الملدسين حساركم عن ضربة الرلم الكذاب يوخد عنه أم لا لا يوخد عنه فكذلك الشيطان لا يوخد عنه لكن أدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال الشيطان فنحن نعبد بإضرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية الكرسي قال فيها إبليس لعنه الله لأبي هريرة بعد الثلاث الليالي دعني وأعلمك أعظم آية في كتاب الله فتركه أبو هرير رضي الله عنه حرصا منه على العلم ونهمة في العلم يريد الفائدة فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذكر له قرى آية الكرسي وأنها عصمة من الشيطان فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة فقص عليه القصة فقال أتدري من ذاك يا أبا هريرة قال قلت الله ورسوله أعمل أعلم قال ذاك شيطان صاحبها الثلاث الليالي كلها شيطان لكن قال له صداقك وهو كذوب فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه صدق هنا فنحن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بقول الشيطان كما يقول اليوم العوام والسفهة والجهال وأصحاب الهوى العوام والسفهة والجهال ولو كانوا ذكاء ترى ومتخرجين من جامعات لكن ما عندهم علم شرعي وأصحاب الأهواء قال يا أخي خذ الحكمة حتى من الشيطان الله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ويقول لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين كيف تصدقه نحن هنا ما أخذنا بقول الشيطان أخذنا بقول رسول الرحمن صلوات الله وسلامه عليه قال صداقك وهو كذوب فأخبرنا بأنه كذب لكن هنا صدق الآية هي من كتاب الله لكن صدقه على أنه إن قرأها كان له من الله عاصم ما يقرب شيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه هنا صادق لكن هو كذوب فما يحتج يقول لك خذ الحكمة حتى من الشيطان الفائدة من الشيطان الشيطان ما يأتي بفوائق الشيطان ما يأتي إلا ببوائق وببوائر وبهلاك وببلاء وبفتن وبانحراف وضلال ما عمره قد كان لك ناصحا فدلاهما بغرو فلما ذاق الشجرة وبدت لهما سوآتهما خاطبهما الله جل وعلا بقوله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا نضربنا أنفسنا الآيات وقبلها قاسمهما إني لكما من الناصحين على إيش؟ على الأمر الذي زينه لكم ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وأقسم لهما وفي الأخير كذب ثم وإني جار لكم لما تراءت الفئتان نكص على عقبيه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله رب العالمين ما شاء الله جاء الخوف الآن لماذا؟ لأنه يرى العذاب أمامه يرى القتل يرى الملائكة تنزلت بأيديها السيوف مصلتة أقدم حيزوه مضرب فرجع وولى وهكذا إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين مع يهود تركه وولى فما كان الشيطان ساعة ولا لحظة ولا طرفة عين عنده حكمة ولا فائدة حتى يقال خذ الفائدة لو من الشيطان أبو هريرة خذ من الشيطان كذبت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي هريرة فأبو هريرة ما أخذ من الشيطان أخبره النبي أنه شيطان هو ما يدري أنه شيطان يحسبه إنسان لأنه شكى إليه أنه صاحب عياد هو محتاج فقير أليس كذلك؟ ويبغى من هذا التمر من تمر الصدقة فأخذ منه وهو إنسان ما أخذ منه وهو شيطان يعلم أنه شيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه شيطان فكيف تقول أنه أخذ من الشيطان؟ لكن العوام والجهلة والسفهة وأصحاب الأهوى أربعة أنواع هم الذين يرددون مثل هذه العبارة الجهلة بشرع الله تبارك وتعالى والعوام اللي لو تتكلم عليه من أول النهار إلى آخر ما يفهم؟ هذا ما يفهم الحجة ما ينبغي أن يخاطب بها لأنه ما يفتح خطاب الشارع هذا تعطيه الكلام المختصر الذي ينفعه في نفسه والسفهاء يفعلون هذا ليحتجوا به على الباطل الذي يريدون أن يسوقوه كما نسمعه الآن في الجرائد ونقرأه في الصحف والمجلات بعض هؤلاء الذين يتخللون تخلوا للباقرة بلسانها ويأتون بالبواطيل من الكفار ويقول لك خذ الحكمة فأبو هريرة خذ الحكمة من الشيطان ما شاء الله من متى كان الشيطان حكيم ناصح بأمة بذرية آدم صلى الله عليه الصلاة والسلام إن هذا عدو لك ولزوجك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذه وظيفة الشيطان ما كان ناصحا يوما من الأيام وأهل الأهواء يحتجون بهذه الآية ويقولون هذه في ذكر حسنات فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو هريرة أن يأخذ حتى من الشيطان مع أن الشيطان عنده شر كثير لكن لما جاءت الحكمة عنده أخذها أبو هريرة أخذها من الشيطان ولا أخذها بإقرار الوحي وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء يصدون الناس عن ذكر الله ويصدونهم عن سبيل الحق والهدى فنحن نسأل الله العافية والسلام نااااا���